الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فقد أظلنا شهرٌ عظيمٌ مبارك شهرٌ كله رحمة وكله مغفرة وكله عتقٌ من النار بإذن الله شهر القرآن والمساجد شهر الخيرات والإحسان والعطاء والبركات شهر الجهاد والانتصار وجهاد النفس والانتصار على شهوات النفس ورغباتها وعاداتها ولو أراد الإنسان أن يصف هذا الشهر وفريضة الصوم فيه بتعبيراتٍ إنسانيةٍ يعبر بها الناس اليوم فلا ربما قال فيه إنه دورةٌ مكثفةٌ دورة إنعاشٍ دورة إيمانٍ دورةٌ في التقوى لا بد أن يتفرغ لها المسلم بما يليق بها ويقوم بحقها ليكون ناجحاً في نهايتها عند الله سبحانه هذا الشهر الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان هدىً للناس فلئن قلت إنه يعود هذا الوصف على القرآن فالسياق صحيحٌ وسليم ولئن قلت إن هذا السياق يعود على شهر رمضان وما فيه من عباداتٍ وأحوالٍ واتقاءٍ وارتقاءٍ ونقاءٍ وصفاءٍ وصلة بالله سبحانه وتعالى فالسياق صحيحٌ أيضاً هدىً للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان ففيه من الآيات البينات والمعجزات في هذا القرآن العظيم وفي هذا الشهر الكريم أيضاً فيه من المعجزات البينة القاطعات التي بها تقوم الحجة على الخلق وتكون سبباً في هداية الخلق أيضاً وبها يكون التفرق بين الحق والباطل فهذا بعض شأن هذا الشهر الكريم الذي شرفه الله تعالى أن يتنزل القرآن في هذا الشهر فكان مزيد عظمةٍ ومزيد تكريمٍ لهذا الشهر الكريم ولهذه الفريضة بتكريم الله له بإنزال القرآن العظيم فيه فكم نقوم بحق هذا الشهر فلئن كان الإنسان تتجدد خلاياه الجسدية والمادية دائماً وإلا فقد فني الإنسان فما أحوجنا أن نجدد حياتنا وحيويتنا وروحنا وقلبنا وعقلنا وإيماننا وتقوانا ففي حقيقة الأمر إن هذا الشهر هو تجديد لحيوية الأمة وحياة الأمة وحياة الإنسان وحياة الفرد تجديد لدرات خلايا روحنا وقلبنا وعقلنا وإيماننا وهكذا يجب أن يكون هذا الشهر فهو إعادة بناء إعادة بناءٍ لهذا الإنسان وإعادة بناءٍ لهذا المجتمع والأمة وما ران عليها وما تراكم على قلوبها وعقولها وأحوالها ونفسياتها لتنطلق في دورةٍ جديدةٍ إيمانيةٍ في هذه الحياة لذلك فهو في حقيقته بناءٌ لهذا الإنسان لأنه يبني الصبر فيه وما أدرانا ما الصبر وما أدراكم ما الصبر إن الله مع الصابرين وإنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب استعينوا بالصبر والصلاة وهذا الشهر هو الذي يحقق فينا معنى الصبر وهذا الشهر وهذه الفريضة فريضة الصوم تحقق فينا معنى المراقبة لله سبحانه لنرتقي إلى مقام الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لذلك جاء في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزبه أي ما يمكن أن يعبد بهذه العبادة أحد غير الله سبحانه وتعالى فربما عبد بعباداتٍ أخرى غير الله لأنها ظاهرة ولكنها هذه العبادة التي تكون سراً بين العبد وربه فإذاً هي التي تبني حقيقة المراقبة في القلب وهذا الشهر وهذه الفريضة الذي يبني في الإنسان وفي الأمة ويجدد بناء الإرادة الإرادة الإيمانية التي تخضع لله سبحانه وتعالى والإرادة أساس كل شيء أساس كل عمل بلا إرادة كيف يكون عمل وبحسب هذه الإرادة أهي إرادة إيمانية أم غير ذلك ليبني فينا معنى الإرادة الإيمانية ومن ثم معنى الثبات ومن ثم معنى التجرد لله والإقدام والإقبال والتضحية ولذلك كان قوله تعالى ومن أراد الآخرة ومن أراد فلابد أن يكون عندنا هذه الإرادة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة ومن ثم فهو شهر المجاهدة والمرابطة والضبط والربط لذلك هذه المجاهدة هي التي تكون طريق الهداية وطريق الإحسان والتحقق بالإحسان لنكون محل معية الله سبحانه وتعالى الخاصة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين هذا بعض عطاءات هذا الشهر لذلك جعل الله فيه من نظاهر التيسير والتكريم والعون ما قدر وجعل سبحانه وتعالى فخاطبنا خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا في هذا من التحفيز ما فيه وخاطبنا بعد ذلك مبين أنه قد سبقت هذه الفريضة في حق من قبلكم فهل تكون أرقى ممن سبق في أداء حق هذه الفريضة وحق هذه العبادة كما كتب على الذين من قبلكم وبين مقصدها الأعظم لنرتقي إلى هذا المقصد لعلكم تتقون وبين بعض مظاهر التيسير العظيم فيه ليقول بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي هذا السياق بين أياما معدودة كل هذا من مظاهر تيسير الله لعباده في أداء هذه العبادات وما يكون فيها ومن ثم جاءت إكرامات أخر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيضا من مظاهر التيسير والعون والإمداد الإلهي الربني إذ تفتح الجنان في رواية أو تفتح الجنة أو تفتح الرحمة أو تفتح أبواب السماء عدة روايات في ذلك وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين فما أعظم هذه الإكرامات الإلهية في هذا الشهر لتكون عونا لنا جميعا على حسن القيام بحق هذا الشهر امتثالا لأمر الله سبحانه وارتقاءا واتقاءا فجعل الله لنا خلال العام من المحطات الإيمانية ما تكون ويكون به التقوى والاتقاء والارتقاء والنقاء والصفاء فتأتي هذه المحطة من أعظم المحطات الربانية الإيمانية لكن ليسأل الإنسان نفسه ماذا أعددت لهذا الشهر وما هو البرنامج الذي سأقدمه لنفسه إنما نقدم لأنفسنا في الحقيقة ما هو هذا البرنامج الذي سأقدمه لنفسه في هذا الشهر الكريم لذلك نجد بعض النصوص التي تلمح إلماحا مباشرا كيف يمكن للمسلم أن يعد برنامجا خاصا به وهو عام أيضا ليكون قائما بحق هذا الشهر على مراد الله سبحانه أو أقرب ما يكون فهو في حقيقة الأمر تبدأ القضية بأن نفقه معنى الصوم وأن نفقه أوسع من ذلك معنى العبادات لأن بعض الناس ربما إذا حدثته بالزكاة بعض الناس ينظر إليها وكأنها ضريبة من الضرائب التي تضرب عليه عجما لبعض هذا الناس كيف يمكن أن يقارن توجيهات الله وأوامر الله وما يريد الله منا وبنا من خير عظيم كيف يمكن أن يقارنها بأي أمر دنيوي مهما كان شأنه حقيقة لا بد أن نرتقي ونسمع بفقه العبادات فوق النظرة التي تنظر إليها وكأنه واجب يراد أن يزاح عن الظهور أو الكاهل نرتقي فوق ظاهرة أنه أمر لا بد أن نقوم به أو مال لا بد أن ندفعه لا بد أن نرتقي إلى حقيقة أنها علاقة حب مع الله تعالى علاقة صدق مع الله تعالى علاقة قرب وأنس بالله سبحانه وتعالى علاقة الشكر لله سبحانه فلو أن الإنسان أراد الله أن يحاسبه على نعمة واحدة نعمة البصر لو دفع الدنيا وما فيها لا يمكن أن يؤدي هذه النعمة لا يمكن أن يؤدي شكرها ولا حقها ولا بحال من الأحوال فيستشعر المسلم في علاقته مع الله في كل التوجيهات والتكاليف الربانية أنها علاقة شكر علاقة اتقاء علاقة ارتقاء علاقة ثناء علاقة حب وقرب وأنس من الله أكرمنا الله أن نقف بين يديه أكرمنا الله أن نتقرب إليه باليسير اليسير من العمل أكرمنا الله أن أقامنا بهذا المال وبهذا الجسد وبهذه الصحة وبهذه القدرات وبهذا العقل ثم يقول أقرضني سبحانك يا ما أكرمك ما أعظمك ما أحلمك عندما ترتقي علاقتنا مع الله إلى هذه المعاني العظيمة نفقه بعض معاني العبادات في الإصلاح والاتقاء والارتقاء إذن ومن هنا يسأل المسلم نفسه ماذا أريد أنا في هذا الشهر الكريم حتى أكون ناجحا فيه هناك عادات سلبية لا بد أن نتخلص منها وهو يكسر هذه العادات هناك تغيير إيجابي لا بد أن نتحقق به وهو يعينك على التحقق والتغيير الإيجابي بما يبدي من إرادة وصبر ومراقبة فيك أيها الإنسان وهناك حاجة للإنسان يمكن أن نسميها الغذاء الروحي الغذاء الإيماني الغذاء القلبي فإذا كان الجسد وهو مادي بحاجة إلى غذاء مادي من جنسه فكذلك هذه الروح وهذا القلب الإيماني المعنوي كله بحاجة إلى الغذاء الروحي الإيماني المعنوي فيأتي هذا الشهر ليحقق لنا هذه المعاني الكبيرة ومن ثم كما قلت ألمحت بعض النصوص إلى بعض البرامج التي ينبغي أن نعتني بها غاية الاعتناء في هذا الشهر الكريم عندما نقرأ في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يقول لنا ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ماذا يمكن أن نفقها من ذلك برنامجا لنا في رمضان أجود الناس إذن هو شهر الجود وشهر العطاء تنفق من مالك تنفق من عقلك تنفق من فكرك تنفق من صحتك تنفق من وقتك تنفق من عواطفك ومشاعرك أجود الناس تنفق من الكلمات الطيبة ما تنفق أجود الناس وكان يلقاه جبريل في كل ليلة إذن ما أحوجنا إلى لقاءات الصالحين ومجالس الصالحين في هذا الشهر الكريم وكان يدارسه القرآن فما أحوجنا إلى أن يكون للقرآن حقه أن يكون للقرآن حقه ومستحقه في هذا الشهر الكريم فنقوم بدراسة ومدارسة هذا القرآن وإذن هو مجالس العلم القرآن أو شهر رمضان هو شهر العلم وشهر مجالس العلم كل ذلك يمكن أن يستفاد من هذا الشهر في وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا رأينا أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربط بين الصيام والقيام فقال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه إذن هو ربط في الحقيقة بين القيام والصيام ليكون برنامجاً أساسياً في حياة المسلم في هذا الشهر الكريم وعندما نلحظ أنه في سياق آيات الصوم يأتي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذن هو شهر الدعاء شهر الإنكسار إلى الله شهر الخضوع بين يدي الله شهر الافتقار بين يدي الله شهر التقرب بين يدي الله شهر تحقق معاني العبودية الخالصة لله سبحانه شهر الاستجابة لله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي شهر الرشد والرشد ضد الغواية وضد الانحراف وضد السفاهة فنرتقي بأنفسنا وعقولنا وقلوبنا في هذا الشهر هذه بعض البرامج التي وجهنا إليها من خلال بعض النصوص في الحقيقة كما أنه شهر الجهاد والمجاهدة كما أنه شهر الانتصار على النفس والشهوات بذلك نكون فقهنا بعض معاني وحكم الصوم فإذا منتهى هذا الشهر نلتفت إلى أنفسنا ماذا حققنا بهذا الشهر؟ هل فعلاً زكت نفوسنا؟ هل استطعنا أن نضبط جوارحنا؟ هل استطعنا أن نضبط ألسنتنا وسمعنا وأبصارنا؟ هل صفت قلوبنا في علاقتها أولاً مع الله ثم في علاقتها مع الآخرين حباً وإحساناً ورعايةً وقرباً وأنساً؟ ولكننا نواجهه في كل شهر معركة شيطانية لكن على مستوى الإنس يعد لها خلال السنة كلها خلال عام كله كيف يفسدون علينا شهر رمضان كيف يلغون كل معاني القرب والروح والغذاء الروحي والصفاء والنقاء والتقوى فأفجر المسلسلات على المستوى الفكري تشويه للإسلام وللمسلمين والصالحين والمصلحين والعلماء تعرض في شهر رمضان يعد لها خلال العام وأفجر المسلسلات على مستوى القيم والأقلاق والإنحلال تعرض في شهر رمضان وما يقام من تجمعات وخيمات إلى غير ذلك أقل أقل ما يقال فيها إنها اللهو وإنها اللغو وإنها الصرف عن الطاعة والعبادة فهل نسمح لشياطين الإنس شياطين الجن الله صفدهم في هذا الشهر الكريم حتى لا يبقى لك عذر أبدا فهل نسمح لشياطين الإنس أن تفسد علينا شهرنا وعباداتنا وأنسنا وقربنا وتسرق منا أوقاتنا ولذة العبادة لا يمكن للمؤمن أن يسمح بذلك فضلا عن مفسدات أخرى قد لا يلتفت الناس إليها عندما يحول البعض هذا الشهر إلى شهر طعام وشراب وصرف فتغل الأسعار وترتفع الأسعار ويشتط التجار في هذا المجتمع ولماذا نسمح بذلك؟ ولماذا لا نجعل بضائعهم التي يرفعون أسعار تتكسد في محلاتهم وفي تجاراتهم لأننا في هذا الشهر لسنا منصرفين لا إلى طعام وشراب إلا بالقدر القليل الذي يقوم به هذا الجسد حقيقة عنده إذن ننتصر على أنفسنا وننتصر على شهواتنا إذن هناك من يريد أن يفسد علينا هذا الشهر فلا ينبغي أن نسمح له بذلك ثم هناك من يأتي فيطالبك بالإسراء بالعبادة الإسراء بالصلاة الاختصار بالصلاة يا أخي هذه قرب إلى الله هذه سنن هذه فرصة أن تقف بين يدي الله لا يكلفك الله فوق تاختك لكن لا تكن أبداً سبباً في أن تراجع إماماً أياً كان أنه أطال في صلاته إن استطعت أن تصلي فصلي إن استطعت أن تصلي لنفسك فصلي إن استطعت أن تقوم وراء إمام يطيل فافعل واصبر استعينوا بالصبر والصلاة أما أن نريد أن نجعل من هذه العبادات كأنها شيء يسلق ونريد أن نتخلص منه فنفتقد معنى الإيمانيات ومعنى الروحانيات ومعنى القرب من الله لا يجوز أن تقاس العبادات بأي مقياس مادياً بحال أحوال ولا يكلفك الله إلا ما تستطيع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي والله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر